لا قدرة لأحد على العد الشهداء والجرحى الذين يتوافدون على مستشفى الهيئة العامة بمارب ومستشفيات أخرى في ارتفاع مستمر بعد هجوم جوي مباغت استهدف معسكر الاستقبال بالمحافظة نحن في معسكر النص سبعنا القارح في القارح لما خرجنا قالوا انت شاء بعدما وقع القارح قالنا المحافظة خرجنا انتشرنا خرجتنا شرب جنب الجامعة في انا واحد ماذا نسمعنا طائر مسيره التفاصل التي أوردتها مصادر عسكرية أكدت أن أغلب الضحايا من جنود اللواء الرابع حماية رياسية الذي يقوده العميد مهران القباطي كانوا في فترة راحة داخل مسجد بمعسكر الاستقبال من يقف وراء الهجوم؟ المصادر العسكرية للجيش وتعزية الرئيس هادي تشير بأصابع الاتهام للحوثي وفق وكالة سباي الحكومية فإن هادي الذي وصف الهجوم بالغادر والجبان قال إن ميليشيا الحوثي جسدت وجهها القبيح المجرد من القيم الدينية والأخلاقية مؤكداً كعادته على وأد مشروعها الطائفي الدخيل على اليمن ميليشيا الحوثي لم تصدر بياناً ينفي أو يؤكد تبنيها للعملية وهو ما جعل بعض الشكوك تساور بعض اليمنيين في ظل وقايع سابقة ذهب ضحيتها جنود تابعون للشرعية وكان المتهم فيها طائرات التحالف وسجلت تحت مسمى ضربات خاطئة هوية الضحايا في حادث مارب الأخيرة كونهم تابعين لللواء الرابع حماية رئاسية جعل مراقبين يربطون هذا الاستهداف الأخير بمسار الأحداث في عدن حيث من المقرر أن يعود اللواء الرئاسي إلى عدن وفق تفاصيل اتفاق الرياض وهو ما يلقي بالتهمة على الإمارات واللوم على السعودية ويعيد للذاكرة اليمنية حادثة استهداف ميات الجنود الذين قصفتهم الإمارات على تخوم عدن في غصص الماضي لكن السؤال المثقل بالألم إلى متى سيظل جنود الجيش رهينة صواريخ الحوثي وطائرات التحالف